القادة العام للقوات المسلحة يسر ليلة نهاراً بالوصول إلى كل المواطنين هو يشبه المواطنين بعقليتهم، بذهنيتهم، بأفكارهم ويريد أن تستعيد الدولة حيويتها ولذلك الأسبوع الذي مر علينا فيه كانت فرص للدولة في أن تعود السياسة إلى العاصمة الاتحادية بغداد وأن يبدأ هناك مشوار كبير قادة المفوضية العلية المستقلة للانتخابات بعد أن انتقلت الآن أسماء المرشحين الذين فازوا بمقاعد البرلمان إلى المحكمة الاتحادية ومن ثم كذلك بالمقابل ظهور أو بروز بعض حركات الجريمة الإرهابية للتنظيم الإرهابي داعش وهو يريد أن يصعد بأجندته خلال الأيام المقبلة في الأراضي العراقية لكن بالمقابل قواتنا المسلحة العراقية بكل صنوفها بكل أجهزتها الاستخبارية والأمنية وكذلك بالمقابل أبطال القوات البرية في الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وكذلك بالمقابل في الحجد الشعبي والشرطة الاتحادية وكل الأجهزة الاستخبارية والأمنية الآن تعمل ليلة نهارا لأن هؤلاء الفلول المحليين الذين يظهرون في المناطق النائية وكذلك في المناطق الزراعية ليس أكثر لاحظنا الاستقرار على مدى سنة أو ستة أشهر في المناطق المبنية والحضارية بصورة واضحة جدد وبالتالي عندما نقارن الصورة من حيث التهديدات الأمنية التي تأتي على المناطق الزراعية والنائية كذلك هي بدأت تتدنى نتيجة التنسيق الأمن الذي يجري الآن على قدم وساق بين قيادة العمليات المشتركة وبإشراف طبعا القادة العام للقوات المسلحة وكذلك عمل يقوده هنا القادة العمليات المشتركة الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري وكذلك بالمقابل من الأخوة في حكومة تقليم كردستان وكذلك قيادة أو وزارة البشمرقة وكذلك بالمقابل قادة المحاور والاجتماعات المتتالية بتفعيل مراكز التنسيق الأمني وكذلك بالمقابل ما سنرى طبعا في نهاية هذا الشهر قد تصدر تقارير طبعا وطنية من قبل قيادة العمليات المشتركة بكل صنوف القوات المسلحة بعمليات الأمنية التي قامت بها سواء من حيث المنع والقتل للإرهابيين وكذلك الأرهابيين المحتجزين في السجون العراقية وفقا لقانون مكافحة الأرهاب لعام 2005 وكذلك بالمقابل الحالات التي تذب لعمل استباقي من حيث عمل الأجهزة الاستخبارية والأمنية لكن بالمقابل هل إن هذه الحوادث التي ظهرت هي أثرت على الأمن العام؟ أقول لك لا بنسبة كبيرة ولكن نعم هناك نزفة دماء زكية من العراقيين إن كان من أخوان في قوات البشمرقة وكذلك بالمقابل من المقاتلين من كل طوائف ومكونات الشعب العراقي من أجل هذا البلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر